دعوني أعرض هذه الآية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد هنا أيها اللحظة الله تبارك وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد دققوا معي على قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس لماذا قال وأنزلنا الحديد ولماذا قال فيه بأس شديد ومنافع للناس لو قرأت هذه الآية مليون مرة لن تفهمها إلا إذا درست الخصائص الفيزيائية لعنصر الحديد ودرست كيف تشكل الحديد في الكون وكيف نزل إلى الأرض وكيف تشكل في باطن الأرض وما أهمية هذا؟ أين المنافع؟ هل المنافع مجرد أنك تصنع آلات أو أجهزة من الحديد؟ لا هناك منافع لا نشعر بها إذن أيها الأحبة اليوم سنحاول أن نتأمل بعض الخصائص الفيزيائية والمغناطيسية لهذا الحديد ثم لماذا كوكبنا كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يحوي نواة حديدية ضخمة جدا تمتد لألاف الكيلومترات نواة حديدية ضخمة هذه النواة لو لاها لنهارت الحياة على سطح الأرض نحن لا نراها في أعماق الأرض نعلم أن نصف قطر الأرض بحدود 6400 أو 500 كيلومتر عمقا ستجد أن لديك نواة حديدية كبيرة جدا في المركز هذه النواة الحديدية هي التي تحميك الآن من شر الرياح الشمسية القاتلة أنت لا تشعر لذلك الله تعالى عندما قال وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا هناك نعم نحن لا نعرفها أصلا حتى نحصيها لماذا قال لا تحصوها لأن هناك ملايين النعم لا نعرفها أصلا وبالتالي لا نستطيع أحصائها لأننا غافلون عنها مثل هذه النعمة ثم شيء آخر لماذا جاء رقم سورة الحديد 57 في منتصف القرآن القرآن 114 سورة 114 تقسيم 2 بـ 57 لماذا وضعها الله في منتصف القرآن في قلب القرآن لماذا ولماذا وضع الحديد في مركز الأرض في منتصف قطر الأرض هل هناك دلالة؟ ما علاقة هذا بالوزن الذري للحديد؟ لماذا لم يكن رقم سورة الحديد مثلا 50 أو 40 أو 70 أو 75 مثلا لماذا جاءت بهذا الترتيب؟ هذا هو التدبر أيها الأحبة وهذا ما أحاول اليوم معكم أن نتأمله بهدوء أن نخرج بمعلومة نلقى بها الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أحبتي في الله أول شيء أنا دعوني قبل أن أبدأ هناك إعجاز مذهل سنتحدث عنه أنا فقط أقوم بعمل مقدمة تشويقية فقط لتبقوا معنا أحبتي في الله الآيات التي تتحدث عن الحديد في القرآن لم يستخدم الله عز وجل كل حروف اللغة استخدم 26 حرف لتشكيلها فقط لماذا 26؟ طيب لماذا لم يستخدم 27 حرف؟ حروف اللغة 28 حرف كما تعلمون حروف اللغة 28 حرفا استخدم الله لبناء الآيات التي تتحدث عن الحديد تحديدا استخدم 26 حرف فقط لماذا 26؟ سنكتشف الجواب بعد قليل انظروا أحبتي في الله قبل أن نبدأ استعراض هذا الإعجاز المذهل حقيقة والمهم دعوني أرد على ذلك الملحد الذي يفتري على الله ويفتري على القرآن ويفتري على العلم هو يرتكب جريمة بحق العلم أولا لأن القرآن لا يتأثر الله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله من الذي يأبى ليس فلان أو فلان ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إذن أنا لست قلقا على القرآن ولست قلقا على الإسلام لأنه باعتراف الملحدين أنفسهم أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا اليوم لذلك ليس هناك أي خوف أيها الأحبة إنما نحن نريد أن نوضح لهؤلاء الملحدين أنكم تخالفون لغة العلم تفترون على العلم أولا قبل القرآن لماذا تقدمون معلومات علمية خاطئة أو غير علمية تقدمون معلومات خاطئة للناس وتقولون حقائق علمية أنا الآن أيها الأحبة لدي هنا مقالة أحب أن أعرضها أمامكم وسوف ألجأ إلى مراجع كلها مراجع غير إسلامية لن أذهب إلى مراجع إسلامي لكي لا يأتي ملحد ويقول مراجع المسلمين لا أعترف بها سأعرض عليكم مراجعكم للرد على من يدعي أن الحديد لم ينزل من السماء أنا لدي هنا أيها الأحبة في هذا البحث هنا أحد الكتاب كتب مقالة أيها الأحبة بعنوان سأقول لكم طبعا أنا أحب أن أعرض الموقع الإلكتروني مباشرة أعرض لكم الموقع الإلكتروني أمامنا هنا هذا هو هذا هو أيها الأحبة هنا لدي ما هو أصل الحديد هذا الكاتب يتساءل وهنا سيانسينج يعني موقع مشهور وعلمي بحياتي ليس له علاقة لا بالأديان ولا بشيء آخر هنا أيها الأحبة هذه المقالة منشورة فيه اثنين خمسة شهر مايو أو أيار عام 2018 كتبها مارك تشيس يريد أن يبحث عن أصل الحديد أين جاء الحديد انتبهوا أحبة فيه لا تنغروا بكلام الملحدين الذين يقولون إن القرآن فيه أخطاء علمية وأن العلم اكتشف أن الحديد لم ينزل من السماء هذا الباحث هنا ماذا يقول أيها الأحبة طبعا أنا أول شيء يقول إن الحديد لا يتشكل إلا نتيجة انفجارات السوبر نوفا السوبر نوفا إكسبلوجين تمام إذن أحبتي في الله دققوا معي هنا رجاءا أنا أريد أن أصل معكم إلى هذه الحقيقة سأكبر الخط قليلا فقط لكي تكونوا معي إن شاء الله يكون الخط واضح تحملوني قليلا لأنني كلما جئت بحقيقة علمية مئات الرسائل تأتي من قبل ملحدين وحتى مسلمين أين المرجع العلمي أين المرجع العلمي طيب يعني غير ما أقول أنا كلما أريد أن أقول كلمة يجب أن أجل الساعة لأعرض المرجع العلمي هذا ليس أسلوب يعني عرض هذا أسلوب في تقديم الأبحاث يصلح الأبحاث الأكاديمية في هذا الموضوع أما أنا أريد أن أقدم معلومة المرجع موجودة على موقعي كلها وسننظر إليها الآن انظروا أيها الأحبة هذا كما قلنا موقع سايانسينغ والمقالة هنا عنوانها ما هو أصل الحديد ماذا يقول الكاتب يقول يعني سأحاول أن أترجم لكم أيها الأحبة ولو يعني يجب أن نقرأ ماذا يقول الباحثين الغربيين ماذا يقول يقول هنا يعني قصة أصول الحديد هي فلكية فلكية قصة تعود خارج الأرض إذن أيها الأحبة عندما تولدت العناصر نتيجة انفجار النجوم إذن الحديد تشكل في النجوم لم يتشكل على الأرض هذا أول شيء وهنا يدرس الباحث ما يسمى بسوبر نوفا وهي الانفجارات النجمية الهائلة العظمى ويقول الحقائق العلمية أو بالمقاييس العلمية scientific standards فإن أصل الحديد هو جاء يعني من من عمليات عنيفة جدا عمليات عنيفة جدا تمت داخل النجوم نتيجة الانفجار وجاءت هذا العنصر إلى الأرض جاء هذا العنصر الحديد إلى الأرض يعني نزل من السماء واستقر في باطل الأرض أثناء تشكل الأرض أثناء تشكل الأرض لأن هذه الانفجارات العنيفة هنا أيها الأحبة تشكلت بنتيجتها عبر ملايين السنين طبعا هذا الكلام وعمليات معقدة جدا تشكل لدينا نواة الأرض نواة الأرض وهي تتألف من الحديد المنصهر الحديد المنصهر طبعا هنا أيها الأحبة يقول هذا الباحث هناك أيضا حديد نزل مع النيازك هناك حديد نزل مع النيازك التي ضربت الأرض عبر ملايين السنين مئات الملايين من السنين ضربت الأرض بمليارات النيازك فهناك كميات ضخمة من الحديد قطع الحديد أو زبر الحديد استقرت على أعماق مختلفة وشكلت جزءا من حديد الأرض جزءا من حديد الأرض في القشرة الأرضية أنا لا أريد أن يعني أخوض معكم في هذه الدراسة ولكن يكفي يكفي أيها الأحبة أنني أنا هنا وضعت هذا المقال وضعت هذا المقال على موقعي للرد على ملحد مستكبر يدعي أن القرآن أخطأ علميا في قضية إنزال الحديد سأقول لكم كيف أكتب المقالات فقط لكي لا يتخيل أحد أنني آتي بمعلومات هكذا أي مقالة أكتبها أعتمد فيها على الأقل على يعني عشرات المراجع أحيانا منها ما أذكرها ومنها ما لا أذكرهم هنا أيها الأحبة أنا ذكرت هذه المقالة هنا الصورة طبعا هنا التحديث عام 2017 أنا التحديث المقالة 2018 الذي رأيناه هنا أنا كتبت هذه المقالة تقريبا عام 2017 أو 2018 نشرتها هنا على موقعي وهنا أيضا انظروا أحبتي في الله هنا يقول الباحث هنا أيها الأحبة قصة أصل الحديد هي كونية فلكية لعنصر كونه ولد من انفجار النجوم حرفيا وهنا حرفيا الترجمة النص الذي قرأناه قبل قليل بالمعايير العلمية هذا الكلام أنا كتبته قبل يعني ثلاثة أو أربع سنوات على فكرة بالمعايير العلمية فإن تشكل الحديد هو أحد أعنف العمليات التي يمكن تصورها هناك نوع من النجوم يعرف بالعملاق الأحمر يبدأ بتحويل الهليوم الخاص به إلى ذرات كربون وأكسوجين هذه الذرات بعد ذلك تبدأ بالتحول إلى ذرات حديد ويصبح نجم بما يعرف سوبر نوفا إنه ينفجر منطرا الفضاء بذرات الحديد والأكسوجين والكربون بعيدا وبشكل واسع من هنا تأتي الجاذبية وتتولى المهمة حيث تحول هذه الذرات إلى كواكب مثل الأرض وأنزلنا الحديد طيب هذا الكلام ألا يتطابق مع القرآن لماذا تنكرون العلم وتنكرون القرآن ألا يتطابق يعني الباحث هنا بل يقول بالمعايير العلمية يعني شيء متعارف عليه لسنا بحاجة لمرجع يعني هذه حقيقة يقينية لا تحتاج إلى مرجع هذه النجوم انفجرت وأمطرت تريليونات الأطنان من الحديد وانتقلت ذرات الحديد هذه عبر السماء حتى وصلت إلى الأرض الأرض كانت في مرحلة التشكل في طور التشكل كانت عبارة عن غبار فأثناء تشكلها تشكل معها كوكب الأرض النواة الحديدية تشكلت من عنصر حديد جاء من السماء هذا كلام علماء أيها الأحبة لماذا أنا فقط الملحدين لماذا تنكرون هذا الكلام طيب لماذا تضحكون على الناس وتقولون إن القرآن فيه خطأ علمي عندما قال وأنزلنا الحديد ويسخرون أيضا طيب اقرأوا العلم أولا يا أرجونا الأحبة أن يقرأوا الحقائق العلمية الآن أيها الأحبة أنا قلت هنا تشكل ذرات الحديد يحتاج لحرارة هائلة لا تتوافر إلا في الانفجارات النجمية التي تحدث خارج المجموعة الشمسية وبالتالي فإن الحقيقة العلمية تؤكد أن الحديد تشكل أين خارج الأرض إذن أثناء تشكل الأرض امتزجت هذه الأرض بذرات الحديد التي نزلت من السماء خلال ملايين السنين واستقرت في نواتها أما على السطح فكانت نسبة الحديد بحدود عشرة بالمئة ولكن هناك حديد نزل من السماء على شكل نيازك وهذا الكاتب متخصص في كتابة التقارير العلمية من جامعة إلينويل يقول هنا النص هنا النص حرفيا أنا نقلته وهذه ترجمة قطع نيازك التي دخلت الغلاف الجوي للأرض ولم تحترق بحرارها إلى جلبة المزيد من الحديد لسطح الأرض إذن نيازك حديدية تدخل من السماء عبر الغلاف الجوي وتستقر على الأرض ماذا نسمي هذه العملية؟ أليست إنزالا للحديد أم ماذا؟ بالله عليكم يعني أنا أحب من أحبتي الملحدين وأقول أحبتي لأنني أحب لهم الخير فقط أن شغل عقلك العلم يقول لك الحديد نزل من خارج الأرض تشكل أصلا خارج الأرض ولا يمكن أن تتشكل ذرة حديد على الأرض يحتاج يحتاج تشكل الحديد لانفجار نجمة هائل يحتاج تشكل الحديد أحبتي في الله لانفجار نجمة مستعر أعظم أو سوبر نوفا تتشكل ذرات الحديد وتسافر هذه الذرات تريليونات وتريليونات من الكيلومترات حتى تأتي للأرض أثناء تشكلها فتنزل على الأرض بسرعات هائلة وأثناء تشكل الأرض يتشكل عنصر الحديد فالحديد الذي على الأرض جاء من السماء القرآن بكل بساطة لخص لنا هذه الحقيقة العلمية قال وأنزلنا الحديد كلمتين فقط وأنزلنا الحديد انتهى الأمر رأيتم الإعجاز المذهل أحبة فلا رأيتم الأسلوب الراقي في القرآن أسلوب علمي مختصر وأنزلنا الحديد من الذي أنزل الحديد هو الله وضع قوانين فيزيائية في الكون تضمن نزول الحديد واستقراره في نواة الأرض لننتفع به سنرى بعد قليل الآن أيها الأحبة هنا هنا أحبة في الله العلم الحديث يقول لقد قذفت الأرض عبر حياتها بمليارات نيازك منها نيازك حديدية عملاقة أدت لتشكل الحديد في الأرض أي أن العلماء متفقون اليوم أن مصدر الحديد من السماء وليس من الأرض أتحدى أي ملحد أن يثبت عكس هذا الكلام أتحدى أنا الآن طبعا هذه حقيقة علمية يعني عبثا هذا تحدي عبثي يعني لا قيمة له لأنني أتحدث عن حقائق علمية مثل واحد زائد واحد يساوي اثنان يعني لا يحتاج الأمر لتفكير الآن أيها الأحبة هنا يعني الله تعالى يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس هذه الآية تطابق العلم بنسبة 100% وأخيرا أنا وضعت هنا بعض المراجع طبعا وهناك عشرات بالمئات المراجع موجودة على الإنترنت أنا دائما أكتفي بثلاثة أربع عشرة مراجع خمسة أحيانا أكتفي بمراجع ولكن هناك الكثير من المراجعين فقط للاستئناس طيب بالله عليكم أحبتي في الله أنا فقط يعني أحب أن أتساءل الآن معكم يعني الذي ينكر حقيقة أن الحديد نزل من السماء بعد ما رأينا من حقائق علمية ماذا نسميه؟ هو ينكر العلم تصدقوني هو يتهجم على العلم وينكر العلم القرآن يستحيل أن ينتقده أحد في حرف حقيقة أنا درست القرآن كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا والله لم أجد كلمة تناقض العلم الحديث حتى الآن يعني ولا كلمة من بسم الله الرحمن الرحيم إلى من الجنة والناس ولا كلمة تناقض ولكن ماذا تناقض حقيقة يقينية ليست نظريات التطور التي لم تثبت نهائيا هذه ليست حقيقة علمية هذه فرضية حتى وليست النظريات التي تدعي أن الكون نشأ بالمصادفة هذه نظريات نتحدى أن يأتي شخص بآية واحدة أو كلمة واحدة تناقض حقيقة علمية يقينية نراها بأعيننا لا يوجد أيها الأحبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر